بالمناسبة بسرعة كده. مصطفى الزناري ما حاجه حاسبية. لا هو بيتبيع ولا هو بيتصالح ولا اي حاجة. ده ظلم في القصة. بص هي اللعيبة خصتها خلصتها كريم. القصة بتاعت اللعيبة عدوا شهر الاقاف ونزلوا التدريبات وموضوعينها. لكن. لان دي مزالة لسه بعوضة للبيع. يعني فتو خلاص. لكن القصة يعني القصة هو حتى الان مصطفى الزناري اه في ان ده بتكلمه لكن ما فيش عرض الجيل النادي الزمالك عقده مستمر. وبالتالي النادي لسه ما حسمش اه مصيره وما خدش. يعني المباراة اللي جاية بعد يناير مثلا. مصطفى الزناري اه مدبعش. هيلعب مع نادي الزمالك عادي. بص كل دي هتبقى حاجات متوقفة ومرتبطة بقصة الكيد. مفه. فتحت الكيد جد منافع فطلعه ملعب غريب. فالجهاز الفني محتاجه. هقول لك ليه. يعني هي بقصة هتبقى مرتبطة بقصة. الزناري كان مكسر الدنيا مع كبتر عاشي وحرس الحدود. طبعا. وعمل شغل يعني. والناس كلها كان معارم الجيش لحرس الحدود. صح. وفترة من الفترات الاهل فكر فيه. وكان من افضل السردباجات الموجودة في مصر. يقوم الزناري يروح يروح يلعب بلد يلعب كرة خماسي. وهو بيلعب كرة خماسي مع زميل ويجيله صليبي. فالبرامس كان عايزه والاهل كان عايزه. ومستوى بينزل مثلا خمسين في المئة على مستوى الحقيقي. يعني هو مجابش نص مستوى مع الزمالك. صح. وربط صليبي كان قصر عليه فترة بفترة. يروح يلعب الزمالك ويعمل الموقف اللي حصل. فيروح الزمالك ويعمل الموقف زال اللي حصل بتاع فتوح وصبحي والزنان. فالعيبة يعني هي بتبع المنتالتي بقى.